أفادت شبكة MBC الأمريكية بتواصلي لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل ونقلت شبكة عن مصادرها أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في قطاع غزة مع تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين مرحلة جديدة دخلتها صفقة التبادل المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في باريس على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة أعلنت إسرائيل تحفظها على شروط واردة فيها ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها جاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة NBC الأمريكية أن اجتماع باريس أول أمس شهد الاتفاق على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرة والمحتجزين ونقلت الشبكة عن مصدر أمريكي مطلع أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراحي أسرى فلسطينيين وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوض الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي التقى بواشنطن أمس نظيره الأمريكي أنتوني بلانكين قال إنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراحي المحتجزين فيما قالت الحركة على لسان أحد قياديها إنها ستتعامل مع أي مبادرة بجدية متمسكاً في الوقت نفسه بضرورة أن تفضي أي ترتيبات إلى إنهاء العدوان من جهتها قالت وسائل علام إسرائيلية إن مجلس الحرب ناقش الصفقة الليلة الماضية وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو نفى ذلك وقال إن التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل